اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 وبرضه بس طبعا الطريقة الادق والاحسن انهم يردوا على زي ما حكيت قبل شوي عند الاخصائيين يطبقوا عليه برامج ومقيس يشوفوا مستوى الذكاء عندهم لانه فيه اطفال او اهل بيلخبطوا بفكروا ان الطفل عنده توحد مثلا مثلا او هو بس مجرد انه تأخر بالنطق صح اه بالضبط فلازم يعرفوا اي سبب المشكلة ممكن ببساطة ما يكون عنده اي مشكلة لانه فعلا فيه يعني فيه اطفال بتأخروا بالكلام وتكون اشي كتير طبيعي لما يبلشوا يحكوا بيحكوا كل اشي يعني مرة واحدة وثاني شغل لازم ينتبهوا لها الاهل اللي هو سمع الطفل يعني بركي هو مثلا مش سامع عشان هيك ما عم بسمع كلامهم مش قادر يعيد مثلا من وراهم والسمع مرات بيبين يعني لما هم ينادوا عليه بيرود عليهم لو سمع مثلا خرخشة طرقة باب ممكن انه مثلا يلتفت لها او لا هون طبعا اذا كل هاي الاشياء يعني اوكي وما بحتاجوا يعلوا صوتهم بس يحكوا معاه بيكون سمعه بالسليم بس اكيد الافضل والادق يودوا على مراكز سمعيات على اساس يشوفوا درجة مثلا اذا عنده فقدان سماع او لا وينطمنوا اكتر تمام طيب كيف ممكن انساعد اطفالنا يحكوا اسرع هلا اهم اشي انهم لازم يتعرضوا للكلام لازم كتير يسمعوا اكبر قدر ممكن من الكلمات ومن المفردات على اساس كل ما سمعوها اكتر هم بيخزنوا وكل ما تكررت عليهم اكتر واكتر بالتالي راح يبلشوا ينتجوها بالتطور الطبيعي يعني احنا ما منتوقع منهم يبلشوا يحكوا كل ايشي مثلا زي ما احنا منيحكي لا ببلشوا بالكلمة بعدين بالجملة جمالهم رات بتكون مكسرة وهيك يعني طبعا هلا كيف الاهل ممكن الام او الاب يعني يعرضوا اطفالهم لا اكبر قدر ممكن من المفردات انا كتير بحب القصص لقبل النوم وخصوصا القصص المصورة يعني عشان مثلا الام كل ما بتحكي ايش مثلا البنات تتأشر على البنات بتمشي بالشارع تأشر على الشارع فهيك هم بربطوا الشكل بالمسمة غير طبعا لما يكونوا مثلا بالسيارة مثلا تأشره على الاشياء مثلا هي شجرة هي باص هي كذا فهو شوي شوي ببلش يعني مخزون الكلمات عنده يزيد والكلمات اللي هو يعني في محيطه انها تبلش تزيد برضو ايش كتير منيح مثلا الام تستغل الروتين يعني هلا اكيد ابنها او ابنتها كل يوم بيشرب ماء كل يوم بياكل مثلا كل يوم بيلبس فهي كل ما هي عم تعمله اشي تكون عم تحكي معه مثلا يلا ارفع بانطلونك سكر الجاكيت مثلا هو بربط انه هات جاكيت مرة على مرة كل مرة جاكيت 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 فهيك خلص يعني بترسخ عنده كلمة جاكيت اولا بعدين بيبلش انه يحكيها وبرضو اه يعني في كتير اطفال مثلا بيكونوا عم بتفرجوا عمهم شو عم تعمل برضو حلو انه هي تحكي مثلا انا هلا عم بقطع السلطة لخيار انه يساعدها كل يعني الحوار كل ما زعت بين الام والطفل كل ما بيعزز اللغة عنده صارت المفردات عنده غنية اكتر ولا بالعكس بيبطئ هلا انا من وجهة نظري لا بتخيل انه احسن يبلشوا بلغة يعني وحدة عشان الطفل يركز عليها وبعديها انه لا بالعكس يعني هلا الاطفال بوخهم زي السفنجة ممكن انهم يتعلموا كتير لغات هلا في اطفال كانوا يتأخروا بسبب هاي الشغلة مثلا الام تحكي لغة والأب يحكي لغة وفي اطفال حتى ممكن تظهر عندهم التأتأ من ورا هاي الشغلة يعني فأنا بفضل انه يبلشوا معهم بلغة واحدة لما يتمكن منها ويتقنها انه لا يدخل مسلا على يعني لغة تانية هم اش بيحبوها تمام حضرتك ذكرتي موضوع السماع اش في كمان اشياء فزيكال او اشياء ممكن تكون جسمانية او في الالسان او في الحنجرة او اي سبب وصحي خليني احكي او طبي او بتعلق بجسم الطفل ممكن انه نشيك عليه غير السماع هلا غير السماع في ناس بيكون عندهم ربطة بالسانهم تحت اللسان بتكون اللحمة زايدة شوي هلا مش شرط دغري يروحوا على العملية احنا دائما نحب العملية تكون اخر اجراء ممكن يجربوا معا مثلا بالكلام شوي شوي ممكن مع الثرابي اصلا ما يحتاج يعمل عملية ويتمرن عضر التلسان بطريقة انها يعني تحكي بطريقة طبيعية فيه برضو موضوع حساسية من بعض انواع الاطعمة هلا فيه انواع الحساسية مرة بتيجي حبوب مرة كذا هلا فيه انواع اطعمة الاطفال لما يتحسسوا منها بتكون عم بتأثر بمواثق معينة بالدماغ اللي هي مسؤولة عن الكلام طبعا هم يعني مفصل اكتر فممكن انها تساهم برضو بتأخر اللغة عندهم فاشي منيح برضو ومش غلط انهم يعملوا لهم يعني فحص الحساسية من انواع معينة من الاطعمة عشان يبتعدوا عنها تمام طيب وفيه مرات كمان بعض الاهل يعني بصيروا يعملوا كيف بدي احكي زي الاشياء الشعبية هاي المتعرفة انه ابنك تأخر بالحكي شربوا مي بقشرة بيضة مش عارف هاي علميا ما نثبت عليها اشي صراحة نا وبيصيروا يعني يجيبوا امثلة وانه كتير ناش عملوها وزبطت معهم صح مزفو فاشو بدنا نحكي لهم برضو للا الاهالي هلأ يعني اهم اشي انهم يرجعوا لمسلا حدا مختص ممكن هو يفيدهم بهاي الشغلات هلأ في ناس فعلا زبطت معهم ووعب كيف ممكن تكون زبطت يعني لا اخذناها ممكن تكون صدفة بدهم يجربوا يجربوا يعني اذا زبطت مع ناس ممكن تجرب بس هي علميا ما في اشي مثبت يعني معين عليها تمام وكمان حضرتك ذكرتي اشياء نفسية ممكن الطفل يكون متعرض لاشي نفس معين او زعلان من اشي معين في البيت او 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 وهذا الاشي يخلي ما يحكي هلأ ممكن يساهم مش ما يخلي ما يحكي بالمرة بس ممكن مثلا يعني هلأ الطفل بتخيل كل مكان مبسوط مثلا كتير مهم اهله يطلعوا مثلا على العاب على كذا هذا الاشي اصلا بيوسع مداركه ويعني كتير مفيد وبساهم بانه يحسن اللغة عنده واصلا الاستقبال عنده يكون مليح فبالتالي انه الكلام عنده يكون مليح هلأ اللي بيكونوا مضغطين هلأ ممكن تأثر بس مش شرط يعني يعني عادي مش انها سبب رئيسي بس ممكن انها تساهم وممكن تساهم بمشاكل تانية تظهر عند الطفل تمام تمام الالكترونيات كيف بتأثر على الاطفال يعني بنولد هلأ الطفل ما شاء الله على طول على معه موبايلو بالولد هلأ بنزل معه موبايلو البابي مضبوط هلأ هاي مشكلة كتير شائعة هلأ عند الاطفال هلأ المشكلة هي فعلا بتساهم بتأخر اللغة عندهم شكل كتير كبير وبتساهم مش بس بتأخر اللغة بتساهم بتظهر عندهم سلوكيات يعني شبيهة بسلوكيات الاطفال اللي عندهم الترابطة في توحد بس مش انه بصير عنده توحد بس بتصير سلوكياته شبيهة بسلوكياتهم زي العزلة زي ذكاء الاجتماعي تبعهم شوي بقل لأنه ما عم بتحاور مع حدا ما بتفاعل مباشرة بالضبط ما بتفاعل هلأ إيش اللي بصير بالضبط بهذه الأجهزة يعني هلأ الكميونيكيشن الطبيعي التواصل عبارة عن مرسل ومستقبل والمسج هلأ في حالة الطفل طول ما هو قاعد على الآيباد هو بس مستقبل بس متلقي متلقي ما جرب إنه هو يحكي الإشي ما جرب إنه يأخده يعطي هلأ اللغة عشان تطور عنده لازم يأخده يعطي عشان هو بس يحكي الأهل ممكن يعدلوله على كلامه يزيدوله الجمل عنده مثلا يعني يحسنوها ممكن أصلا برضه يعني الكلمات هلأ كيف بتطور عند الطفل بيبلش يحكي جزء من الكلمة مثلا تاح عن مفتاح شوي شوي بتصير متاح مثلا هلأ هذا الإشي بصير كل ما حكاها كل ما حكاها الطفل أكتر بتظلها تعدل 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 لما تصير الكلمة يعني كاملة مفتاح كاملة وفي نظريات يعني برضو بتثبت هذا الإشي هلأ طول ما الطفل قاعد على الآيباد ما في حدا عم بيعدله ما جرب يحكي مثلا ما جرب صوته هذا الإشي كله أمتى رح يصير وهو بس عم بيكون متلقي يعني الآيباد ما رح يقول له كيف حالك ما رح يقول له إيش العبت مثلا وين العبت شو سويت فبالتالي هو ما فتح له المجال إنه يتخيل إنه يألف جملة إنه يحكي إشي مثلا يعني هي بتأثر لأنه هو عم بتواصل غلط مش زي التواصل الصحيح اللي هو مرسل لمستقبل هو بس عم بيكون مستقبل وبرضه كمان زي ما حضرتك حكيت قبل إنه بيكون وخلص بس قاعدين ومش شايفين أشي عم بيدور حوليهم وهذا الإشي كتير غلط لأنه كتير في صغار بلقطوا حوليهم أشياء من البيئة يعني مثلا إم تتفاجأ إنه بنها حكي كلمة جديدة بيكون سماعة وهي عم تحكي على التليفون أو إشي يعني زي هيك فهي هو بيكون محروم من إنه يلقط أشياء من البيئة اللي حواليه أد ما هو مركز على التليفون أو التلفزيون إلى آخره يعني حلو شكراً سترندا يعطيك ألف عاطل سهل الله يعطيكم شكراً شكراً أهلاً 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 شكراً شكراً